موسيقى بالنسبة لهذه الفاجعة التي جاءتنا أول مرة في التاريخ يعني الحمولة دي اللوات كي حمل هذه الحمولة والحمد لله من اللي جاء يعني في الساعة الساعة دي العشرات الليل الحمد لله من اللي مجاش في ثلاثة الليل إلقى الناس ناسين أرغى تكون فاجعة يعني التفل أروح حاليا دابا كين خسائر مادية يعني الديارطاحو والماشية والحقول والآبار دي اللي ناس تردمات العشرات من الآبار تردمو دابا الناس بقتدابا بلا بلا قوطيهم ديالهم في كيتمعشو وكنتمنى إن شاء الله يعني تكون واحد الالتفاتة من طرف السلطة من طرف المجتمع المدني لهذه الناس يعني يمدو يد المساعدة لهذه الناس حين تتكرفسوا بقودة بلا مأوى بقودة بلا فراش يعني لو لا التضامن ديال الساكنة لا باتوا في العراء والحمد لله كان نوجه الشكر والتقدير للشباب الشباب المتطوع الشباب ديال اللي قصبها على الروح التضامنية دياله لدخل الماء يعني متر ونص تلجج متر وغامر بحياته باشي نقض الناس نقض العجازة نقض الناس الكبار نقض الناس الدريس الصغار يعني أنا كان حيهم كفاعل مدني في الدوار وكان شكرهم وكان ثمن يعني للمبادرة ديالهم ككون هذا الشباب له كل احترام والتقدير أما بما يخص الفلاحة فالفلاحة رات درات كتير يعني الناس مشات لهم مشاء لهم لك الغرص ديالهم مشاء لهم خسر الطمر يعني الواد جدر يعني طيح وحد العادات ديال النخل إلى أحد الآن مازال محصيناش الخسائر بالنسبة للفلاحة حيت مازال كينا الغيس مشيت قدرت وحدة زيارة فاقوا ديال الجنانات لقيت وحد العادات ديال الآبار تردموا بالكامل يعني حين عندنا في الواحة دوكل آبار التقليديين الواسعين ندخل لهم الماء أردمهم يعني الناس ديال اللي فلاحة دابقوا بلا وكان نشدوا عامل الإقليم باش يدير التدخل دياله السريع والعاجل باش إن شاء الله يعاونونا باش نحفروا البيار باش ترجع لحيات للواحة الحمد لله بعدها كان بالنسبة للواحة كانت مشتتتاة بغت تموت والحمد لله سبحانه تعالى نعم علينا بهذا الخير ظاهره يعني ظاهر دياله راه تكرفيس و لكن في الباطن دياله ان شاء الله رحمه يعني غي يمتد يعني الحيات دياله 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 الالات الحافر الحديثة. اه حينت ما بغناش وما يمكنش لنا باش نديروا الترميم الهاد الابار. اه يعني الابار كتشكل خطر على 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 الشي غيلة وعلى اللي بغي باش نديروا لهم الترميم ما يمكنش. كانت تمنى ان شاء الله التدخل العاجل لانقاذ هاد الناس. وكانت تمنى ان شاء الله يلديها السيد العامل يدير واحد الالتفاتة لهاد الناس ولو الداخلية باش يبنوا الناس الديار ديالهم وعدنا مشكل ديال ديال تبسيط الرخص في الدوار هو اللي جعلنا كان سكنوا دباف هاد الديار ديال الوارتة يعني ربعات الاخوت كيكونوا في دار دار اقل من خمسين متر اربعين متر هاد شيرها لا يعقل باش نجيبوا القوانين الحضارية وندخلوهم الدوار بحال هدف الهاميش وعلى التخم ديال الحدود اراها نتمنوا ان شاء الله من سيد العامل باش القرى العامل اللي دار باش على حسب اه مئة وعشرين متر باش اه لالبلانت ديال مئة وعشرين متر يعني ما يمكنش لنا نسكنو في مئة وعشرين متر في 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 البادية عدنا 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 المناخ المناخ اللي هو المناخ اللي هو خمسين درجة كاتل حق الخمسين درجة والحمد لله كين الشاسعة ديال 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 الارض وخا انا والناس مساكنينش بزاف حينت علاش الناس كاتهاجر حين كين الصعوبات في الحصول على الرخصة يجيب تبسيط المساطر الحصول على الرخصة وتدار واحد تمن رمزين البلانت راه لا يعقل باش سبعلا فدرهم ولا ولا عشرة لا فدرهم باش دير به البلانت فهذا الارض راه لا يعقل وهذه الناس غير ادراوش والناس راه عندهم غير الفلاحة المعيشية اه راه غير كيتمعشوه وساكن هنا حبا في الارض عزيزة عليهم الارض داك شي علاش مستقرن بانه وهذه هي الرسالة ديال اغلب يد الناس اللي يحملوني اه يعني حملوني ديك الرسالة باش نلحقها الاعلام الوطني والناس والسلطات وشكرا جزيلا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب بارتاجوا الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي